يعني أعتقد جازما بأن زيارة بلينكين إلى المنطقة كان لها مجموعة أو تناولت مجموعة من القضايا القضية الأولى كان لها علاقة في البحر الأحمر موضوع الثاني بأن الديمقراطيين الآن لديهم انتخابات رئاسية قادمة قبل نهاية هذا العام وبالتالي أصبح الديمقراطيين على دراية بأن هذا العدوان وهذه الحرب هي حرب نيتنياهو الأمريكان بطبيعة الحال يدعمون بين هلالين الدولة ولا يدعمون أشخاصا لذلك كان هناك حديث عن عملية سياسية ولكن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشيء الآخر كان هناك حديثا عن إصلاحات داخلية وحسب ما رشح عن المقربين من الرئاسة الفلسطينية أن كان هناك بعض الأحاديث التي لها علاقة بإصلاحات إدارية ومناهج واتخابات وأشياء يعني للأسف الشديد تنمو عن هذا الانفصال وعن هذا الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال يعني كان هناك حديث عن ترتيبات سياسية لكن بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية ويعني أنا برأيي بأنه كان هناك بيعا للوحم وأن تصريحات بلينكين واجتماعاته كانت في هذا الإطار ليس إلا بالنسبة للاحتلال جاء مؤكدا يعني الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال وأيضا اللقاءات مع الدول العربية ذات العلاقة هي في إطار التأكيدات السابقة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه قضيتنا ببساطة هناك ثابت وهناك متحول في السياسة الخارجية الأمريكية الثوابت كما هو معلوم ومعروف أن تبقى إسرائيل الدولة المحمية والدولة ذات التفوق العسكري والأمني والإستراتيجي وحماية دولة الاحتلال وأن لا يكون هناك بطبيعة الحال أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية هذه الزيارة جاءت في هذا الإطار الذي بدأها بطبيعة الحال من تركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع حركة حماس وهي أيضا لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة استنادا لتحالفها مع إسرائيل أيضا طيب سيد رحال يعني العديد من المراقبين في أواخر السنة الماضية رجحوا على أن تتوقف الحرب في غزة بيناير ولكن على ما يبدو بأن المشهد مستمر استمرارية المشهد مع الرأي العام الدولي الذي يقف ضد هذه الحرب هناك في ضغط على مؤسسات المجتمع الدولي في تحذيرات من غريفت يعني غريفت حذر وعبر عن مخاوفه من جدية تهجير فلسطيني غزة قصرا إلى دول أخرى وقال بأنه هذا محظور بموجب القانون الدولي تحدث عن جثث في الشوارع بشمال غزة تحدث عن علامات مجاعة بالمقابل أيضا ذلك عرض بمحكمة العدل الدولية لكن يخرج نتنياهو ليقول بأنه نحن لا نريد تهجير أهالي غزة كيف سينتهي فعليا المشهد في غزة يعني شوف سيدتي ما جرى في قطاع غزة يعني يفوق التصور لم يعد شيء في قطاع غزة إلا واقترفة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية إبادة جماعية كل ما حذر وحضر القانون الدولي الاحتلال مارسوا والفلسطينيين في قطاع غزة يهربون من الموت إلى الموت نعم هناك مجاعة وهناك جثث وهناك يعني كارثة حقيقية نحن الآن نعيشها في قطاع غزة الاحتلال كما تعلمي وعلم الجميع رفع مجموعة من الشعارات ومن الأهداف التي قال نتنياهو يجب أن تحقق في مقدمتها اجتثاث المقاومة والمسألة الثانية إعادة الأسرة الإسرائيليين أحياء تحت النار ووقف أي هجمات فلسطينية بين هلالين اتجاه الاحتلال لم يتم تحقيق أي من الأهداف السياسية للحرب وانتقلوا من المرحلة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة طبعا يعني هذا الإغال وهذا القتل وهذه المجازر وهذه البشاعة وهذا الانتقام الذي يجري في قطاع غزة لولا هذا الدعم الأمريكي وأيضا دعم بعض الدول الأوروبية لما وصلنا إلى هذه المرحلة علينا أن نتفق على ذلك بأن الدعم الأمريكي هو السبب والغطاء الأمريكي في مجلس الأمن والغطاء البريطاني الأمريكي أمام محكمة الجنايات الدولية أو الجنائية الدولية بضغطها على كريم خان مدعي العم للمحكمة بعدم فتح تحقيق لجرائم الحرب هي أيضا واحدة من القضايا التي أعطت نتنياهو ضوءا أخضر الولايات المتحدة الأمريكية أعطت نتنياهو الضوء الأخضر وعطتوا الدعم نتنياهو كذب على الأوروبيين والأمريكان وعلى الداخل الإسرائيلي بأنه يستطيع أن يحقق هذه الأفعال لماذا يستطيع نتنياهو برأيك سيد عمر شاهدنا جميعا ما حدث من جلسة في محكمة العدل الدولية في لاهاي كيف رافعت جنوب أفريقيا أيضا كيف رافعت إسرائيل شاهدنا ما حدث كيف أيضا ينعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي هل يشكل أيضا قد يشكل دفعا للشارع الإسرائيلي اللي يضغط بشكل أكبر على نتنياهو يعني شف سيدتي رهانا ليس على الشارع الإسرائيلي وليس على الداخل الإسرائيلي الإسرائيليين يمينهم ويسارهم إذا موجود عندهم وسطهم المولى والمعارضة هي متفقة بأننا أعداء وأننا أغيار وأن هناك انتقام وأن المجتمع الإسرائيلي آخر 25 عام لديه جنوحا نحو التطرف واليمينية لم يسبق ذلك مثلا نحن نراهن صراحة على الشارع الأوروبي وعلى الشارع الأمريكي إذا كان هناك ضغطا أكبر وأكثر من الشارع الأوروبي والأمريكي على صناع القرار يمكن أن يكون هناك وقفا لهذا العدوى الموضوع الثاني إذا كان هناك موقفا عربيا متقدما وأفضل مما هو عليه الآن يمكن أن يشكل ذلك أيضا ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذا العدوان نعم الشارع الإسرائيلي يضغط ليس حبا بناكا فلسينيين وإنما الشارع الإسرائيلي يضغط باتجاه أن يعود الأسرة أحياء وبالتالي هذا هو الضغط اليوم الخصوم السياسية لنتنياهو وذوي الأسرة يضغطون بهذا الاتجاه باتجاه عودة الأسرة وليس حبا أو رأفة بالفلسطينيين فإذا كان هناك يعني موقفا عربيا إسلاميا كان موقفا هناك أوروبيا على الأقل الشعبيا يمكن أن يكون هناك وقفا وأيضا نحن نراهن على ما سيأتي من المحكمة وقرار المحكمة بطبيعة الحال لأن هذه أعلى هيئة قضائية دولية وبالتالي مخالفتها يشكل إحراجا كبيرا للدول التي تدعم العدوان طيب يعني باختصار وآخر سؤال لحضرتك يمكن طولنا على حضرتك سيد عمر ولكن باختصار أخيل بالحديث عن التحركات اليوم الاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في عموم المنطقة كيف أثرها على حرب غزة أو الحرب على غزة بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك إذا ما تعرضت مصالحها للخطر البحر الأحمر يشكل لها معبرا استراتيجيا سواء كان للشرق أو الغرب وبالتالي يعني إلى جانب التجارة وإلى جانب الاقتصاد والبواخر هناك أيضا البوارج التي تذهب إلى يعني إلى الشرق إلى منطقة روسيا والصين وبالتالي نعم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتأثر مصالحها أيضا تتحرك وما يحصل في البحر الأحمر وما يحصل في لبنان في العراق في سوريا في فلسطين في أماكن مختلفة هو يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأمريكية وبالتالي باختصار شديد إحدى الأهداف لزيارة بلينك التي جاءت بعد اغتيال الشيخ صارح العروري هو أيضا ألا تتوسع هذه الحرب وأن تكون حربا إقليمية بحيث تؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تريد حربا فيه على غزة ولكنها لا تريد أن تتأثر مصالحها في المنطقة كون هذه المنطقة وأقصد منطقة الشرق الأوسط المنطقة العربية بها الثروات طبيعية وبها الممرات البحرية وأيضا خطوط التجارة والأهم من ذلك بأنها سوق استهلاكي كبير بالنسبة للولايات المتحدة وبالتالي نعم الولايات المتحدة تتحرك عندما تتأثر مصالحها في المنطقة أشكرك جزيلا شكر على كل ما تفضلت به من رام الله أستاذ العلوم السياسية عمر رحال شكرا جزيلا لك